وصلت وزارة أدخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تنمونية بمضبطات بلغت ما يقترب من 34 طن مواد غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدهومة فقد تم ضبط أكثر من 7 أطنان مواد غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسزيد من السعر الرسمية للسلع الغذائية فقد تم ضبط ما يقترب من 27 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 502 من القضايا من بينها 96 قضية خبز ناقص الوزن و107 من القضايا خبز غير مطابق للمغاصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توليد وتداول القمح المحلية فقد تم ضبط 9 من القضايا بمضبطات بلغت ما يقترب من 30 طن أقمح محلية ترجمة نانسي قنقر